اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل نحن مستعدون أمنيا لمواجهة مثل هذه الحوادث كبرت ام صغرت ولا لا وغيرها من احداث كتيرة جدا حنتكلم فيها وحنغطيها بشكل موسع جدا بي سعيدنا النهاردة يكون معنا صحفي الاستاذ لحن عبدالراضي من اليوم السابع رئيس قصم الحوادث في اليوم السابع صحيح خير الحمد لله تماما نتحدثون نتكلم من اخر حدث وهو انبارح تعليق حضرتك فانديم ومتابعتك الصحفين هو انبارح كان في وقت من اخر من بالليل كان حصل انفجار في اسل كبري الجامعة على بعد امتار زم حضرتك فضلت من السفارة الاسرائيلية قوات الامنة تحركت وخبراء المفرقعات تم تمشيط المنطقة اتضح ان مجهولين زرعوا عبوة نسف قلب الكبري حصل انفجار كبير تصادف مرور ثلاث سيارات ادى الى تهشم معظم هذه السيارات الحمد لله لا توجد اي اصابات او خسائر في الارواح زي مولت حضرتك هذه التفجيرات والاعمال الارهابية متوقع تكرارها ما بين الحين والاخر خلال الفترة المقبلة خاصة ان احنا دخلين على انتخابات رئاسية او باللمانية الاثنين ايهما الاول جماعة الارهابية لن تتوقف عن اعمالها الارهابية بهدف ارباك المنظومة الامنية في مصر درقم واحد الهدف التامي اظهار على غير الحقيقة للعالم الخارجي بان الامن المصري غير قادر على حماية المصريين او غير قادر على حماية ابناء المؤسسة الشراطية نفسها وذلك بعد استهداف العديد من العناصر الامنية خلال الفترة الاخيرة وسقوط العديد من الشهداء ولكن قوات الامن تحاول ما بين الحين والاخر تصدي لهذه الاعمال الاجرامية من ناحية ووقد هذه الاعمال الاجرامية من ناحية اخرى قبل ان وقعها من الاساس طيب على بقى مستوى موسع اكتر خلينا نتكلم ونقول ان الطلبة في الجامعات وتحديدا يمكن جامعة الازهر ويمكن ده كان الشغل الشاغل وبعض الناس او كتير من الناس فصروا ان تأجيل الدراسة الاكتر من مرة كان بسبب المخاوف على الوضع الامني وبعد كده تقال لا اقص عشان خطر كمان الصور وعشان ان ايه والمرض الفرص السؤال هو هل احنا بنتوقع نفس القوة ونفس العنف او مظاهر العنف في الجامعات زي ما كان حصل في الترمئ الاول وكيف برضو من متابعتك الصحفية الاستعداد الامني لمثل هذه الزواهر هو من اصعب الاشياء اللي بتقابل الامن حاليا هو مواجهة الطلاب وسيطرة على المسيرات والاحتجاجات الطلابية في الخارج بيكون التصدي لأعمال الشغب والعنف السهل جدا سواء عن طريق نابل الغاز المسيلة للدموع أو محاصرة هذه المظهرات الغير حاصلة على اي الترخيص لكن داخل الجامعات بتكون الأمر صعب للغاية حيث أن الأمن أو وزارة الداخلية لا يحق لها اختراق الحرم الجامعي أو أصور أصوار الجامعة إلا بناء على تصريح مكتوب من رئيس الجامعة الطالبة بيستغلوا العدد الكبير الموجود داخل المدن الجامعية أو داخل أصوار الجامعة نفسها للاحتجاج زي ما قلت حضرتك بالأخص هي جامعة الأزهر خاصة أن هذه الجامعة بها العديد من الكليات الشرعية وبها العديد من الانتماءات سواء الانتماءات السلفية أو الانتماءات لجامعة الإخوان الإرهابية وبيشكلوا بؤر إجرامية هناك الطلاب اللي هناك قادين في المدينة الجامعية الطالب بيدفع 86 جنيه في الترم لو سكن بالخارج ومع ذلك بيكسر المدينة وبيحطم المدينة وبيولع في المدينة وبيولع في المباني وبيكسر في الأشجار في حين الطلاب السكنين في الخارج الطالب بيصرف حوالي من 500 إلى 3000 جنيه شهريا لكن طالب قاعد لمكتبه وليسريره وليقطه وليكل حاجة الدولة موفرة له ومع ذلك لا يهدأ الطالب جاي لمهمة محددة وهي مهمة التعليم ومع ذلك نسي هذه المهمة عن طريق هذه الجمعاء اللي بتخسل دماغ أو عقول هذه هؤلاء الشباب فبيكسر وبيدمر وبينسى أنه هو جاي لمهمة التعليم ويتحول إلى حاجة هو مش جاي لها وهو الهدف السياسي والبحث عن كرسي الرئاس وهل عودة الحرس الجمعي هل هي الحل لهذا الموضوع؟ أنا شايف أن حتى لو عاد الحرس الجمعي هو الحرس الجمعي هيعمل إيه؟ لما حتى عشر مكلفين من وزارة الداخلية بيحرصوا جمعة مدينة المدينة الجمعية في جمعة الأزهر فيها 12 مبنى بها 25 ألف طالب يعني أنا مش مقتنع أن مثلا عشر من أفراد لأنها يضروا سيطروا على 25 ألف طالب إزاي؟ طيب وعلى الصعيد بقى العامي نحن نتكلم على فكرة أن تقبل المظاهرات وتقبل الإضرابات ويمكن دلوقتي كان فيه كلام على أنه بلاش الإضرابات وبلاش دلوقتي وخليناها نستنى وخليناها نصبر وهذا الكلام اللي بيستعمل سواء من السياسيين أو سواء حتى من قادات كبرى في البلد حاليا ومرشحين ومحتملين للرقاسة أيضا بلاش إضرابات وبلاش اعتصامات وعلى الصعيد الآخر برضو لسه مشاكل هي هي ولسه ضغوط هي هي والناس كتيرا شايفا أن الإضرابات وإعتصامات هي الحل الوحيد لهذا الموضوع على شخص خطر يفتوا نظر الدولة ليهم الحل في دا إيه؟ هو الحل زي أولا هنا بنفس المستوى ونفس الكثافة أولا قلت أولا بتزيد أولا إيه؟ مجلس الوزراء أو رئاسة الحكومة المصرية بدأت تقل وتيرة المظاهرات والاحتجاجات الفئوية الناس بدأت تشوف أن الوزراء شغالة وزراء بدأوا يتحركوا في الشارع المصري رئيس الوزراء نفسه بدأ يتحرك وياكل فوله طعمية مع الناس الغلابة الناس بتحب الحاجات المعنوية دي أكتر حتى لو حقا لهمش يطموحهم على المدى الأريب وإنما الناس دي بدأت ترتاح وتحس أن الحكومة دي قد تفعل شيء ما خاصة أننا خلاص حكومة دي عمراء وليل يعني مشكورة أنها تولت أمور البلد في فترة وقت عصيب تمر به البلد خلال شهور سوف يتم انتخابات رئاسية ومصرها تبدخل إن شاء الله على مرحلة قادمة نتمنى تكون أفضل إن شاء الله فأنا شايف أن من الأفضل أن نستجيب لهذه الدعوات من الرموز السياسية والرموز الوطنية المخلصة لوقف العديد من الإضرابات حتى تسير مكينة الحياة إن شاء الله بإذن الله ثم نبدأ عهد جديد مع الرئيس المقبل إن شاء الله طيب نتكلم على الخلايا الإرهابية ويمكن كلام دايما كل يوم بتنشر الجرائد وأيضا العقاة العامة وزلطة داخلية إنه بيتم القبضة على خلايا تنظيمية إرهابية حيث تكلمنا أكثر على آخر تطورات في هذا الموضوع هل تمت أو بدأت السيطرة بشكل أكبر على هذه الخلايا وإيه هي أهم الجهود الأخيرة وزلطة داخلية في هذا الموضوع خلينا أرجع لحضرتك بدري شوية أو الدم شوية لما كان جماعة الإخوان في الحكم وكانوا في قصر الاتحادية حرصت جماعة الإخوان على تفكيج جهاز الأمن الوطني وهو الجهاز الأبرز في وزارة الداخلية حيث كلف الرئيس عزول محمد مرسي المهندس خيرة الشاطر بتفكيك هذا الجهاز بعدما اندلعت ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان استطاع الجهاز الأمن الوطني أن يعيد عافيته مرة أخرى واستطاع أن يطور نفسه وإحنا شفنا أن هذا الجهاز خلال الأيام الماضية حقق ضربات موجعة للعمليات الإرهابية بالأمس تم قضاء على شخص يدعى أبو عبيدة والراجل كان متورط الرئيسي في تفكير حادث مدرية أمن القاهرة الحادث الفضيع الذي أكيد فكره وكان متورط في العديد من الأعمال الإرهابية منها اختيال الشهيد محمد مبروك الله يرحمه والعديد من الأعمال الإرهابية كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية وجهاز الأمن الوطني بصفة خاصة أن الرجل متواجد في شقة في جسر السويس قوات الأمن استهدفت هذا المتهم الخطير تبادل إطلاق الرصاص مع الأمن وانتهت القصة بوفاة هذا الرجل التحريات أكدت أن ضلوع هذا المتهم في العديد من الأعمال الإجرامية أبرزها تفكير مدرية أمن القاهرة سبق هذه الواقعة القبض على خمس خلايا إخوانية وإرهابية كبيرة في الشرقية وفي الدهلية وفي بني سويف وخليتين في الإسكندري طيب وهل كل هذه الجهود المستمرة ممكن تكون مثلا حتى لو هي ما بترضعش بشكل مباشر أو يعني ما بتأثرش بشكل مباشر في القوات التنظيمية القبرى هما رؤوس هذه التحركات اللي معظمها خارج البلاد وعظمهم بيعملوا اتصالاتهم من خارج البلاد بس هل ممكن يكون على الأقل رسالة لهذه القوة أو لهذه المنظمات أنه يعني خالي بالكو مصر ما هيش يعني أو ما بقتش زي ما كانت فترة اللي فاتت متاحة لأي حد وخصوصا في سيناء كمان أو في سيناء ويمكن ده برضو في جهود للجيش تحديدا في هذه المنطقة بشكل كبير هو بالفعل أكيد العمليات الناجحة لوزارة الداخلية أو لقوتنا المسلحة في الفترة الأخيرة دي كانت رسالة واضحة للإرهابيين ورسالة واضحة للعالم كله بأن هناك أجهزة أمنية مصرية قادرة للتصدي على الإرهاب ما فيش حد يتصدى الإرهاب في العالم بنسبة 100% ولكن أجهزتنا قلست من نسبة وجود الإرهاب في مصر والجيش عمل عمليات ناجحة جدا في سيناء وده اللي خلى مجموعات إرهابية وعناصر تكفرية بدأوا يفروا من سيناء ويهربوا إلى محافظات الدلتا زي الشرعية والدهلية وده اللي خلى مرتكبوا عمال ينقلوا العمال الإرهابية من سيناء إلى محافظات الدلتا أو إلى جنوب سيناء نفسها حادث طابة وذلك بعد المطاردات والمدهمات لقوتنا المسلحة الناجحة في الفترة الأخيرة لأجهزنا الأمن شغال كويس سواء الداخلية أو الشرطة في الفترة الأخيرة والأمن بدأ شبه ينتحر إن شاء الله بإذن الله ومع الفترة المقبلة إن شاء الله بإذن الله سنتهي الإرهاب نهائيا بإذن الله نتمنى إن شاء الله بإذن الله خيرا بقى نتكلم عن حوادث أكثر محلية ونتكلم عن السيول والأمطار ويمكن إحنا لازلنا بعد كل هذه الأعوام وكل سنة وكل مرة نتكلم على أن مصر للأسف وبشكل كبير جدا غير مستعدة للتعامل مع السيول اللي هي بقت ظاهرة موسمية وعادية وبتحصل انهارات في الطرق وانهارات في المنازل وغيرها هل أتمنى آخر التفاصيل عن حالتك بالنسبة لهذا الموضوع سمعنا إن في أطفال فقدوا في هذه السيول كلمنا أكثر هو زي ما قلت حضرتك فعلا نحن لسه موصلناش للدرجة الاستعداد القصوى للسيول الشوارع غير مجهزة القاهرة العاصمة نساء أصيبت بالشالة اليوم السيول بعيدا عن قاهرة أنقلك المشهد إلى صعيد مصر كانت كسافة الأمطار أكثر حيث هناك المباني البسيطة المقامة من الطوب اللبني هناك الزروع التي دمرها السيول بالكامل الشوارع غير ممهدة وغير مرصوفة يعني في محافظة أسيوط في قرية الهممية والعتمنة في محافظة أسيوط هناك انهيار لعشرات المنازل في سهاج في قرية شطورة في سهاج هناك 15 منزل دميره كاملا بسبب هذه السيول الشوارع غير ممهدة من قبل المسؤوليين بعد سقوط السيول الناس للتعاني المدة 3 أيام ما فيش عملية شفط للمياه ما فيش أي إمكانيات لأتصدي لهذه السيول ما فيش تعوضات للناس البسطاء وأهلين هناك في قرية شطورة في محافظة السواج في المحافظة نفسها فقدوا أربع أطفال لم يتم عودتهم حتى هذه اللحظات لم يتم عرفة مصيرهم إذا كانوا ماتوا أم إذا كانوا فقدوا لسه ما عندنا حتى هذه اللحظات استعداد كامل لموضوع السيول خاصة في القرى والأرياف ممكن هنا في القاهرة أو في بعض المحافظات تجهيزات لكن في القرى وفي الصعيد مصر تحديدا لا يوجد تجهيزات أو استعدادات لهذه السيول طيب نتكلم برضو على الأطفال وأعتقد أن برضو جعنا تاني حسنا نحن جعنا التسعينات تاني نقرأ أخبار عن انهيار وقوع باب مدرسة أو باب فصل مدرسة على طفلة فتوفت الطفلة نفس القصة برضو ولادها أو بلاعة في المينيا كلمنا برضو عن هذه الحوادث وهو إيه اللي بيحصل ونرجع لورا ولنطلع بلدان للأسف بعض المسؤولين بيشتغلوا على سياسة رد الفعل وليس الفعل نفسه يعني لما يكون باب عمره الافتراضي انتهى لما تكون بلوعة موجودة في قلب مدرسة مش عارف وجودها استمن ده كبير قوي تمن ده أطفالنا آه طبعا وبعد كي أقول لك لا أصلحنا بنصرف تعويض 30 ألف جنيه لأسرة الطفل اللي وقع عليها الباب طبعا أنت تصرف ألف جنيه بس وصلح بيه الباب نفسه يعني أنت خسرت طفل يعني عالم الطفل ده كان فيما بعد هيبقى إيه أو هيفيد بلده إزاي حتى لا فدهاش هو إنسان هي روح بالضبط هو روح وأنت مطالب بالحفاظ على هذه الروح إحنا زي ما قلت حضرتك بنشتغل على رد الفعل وليس الفعل نفسه يعني في الشرقية كان باب وقع على الطفل فالطفل مات في محافظة المينيا بلوعة عمقات 30 متر مش عارف موجودة إزاي وغير مغطاة في مدرسة في قلب المينيا وللأسف أجزتنا المعنية بدت تتحرك بعد الحادث وتتحدث عن تعويضات أنا مش عارف التعويضات دي لا تسمن ولا تغني من جوع يعني صراحة طبعا يعني بقاء لله وقالة ستعزي لكل الولاد اللي راحوا دول يعني ونحتسرهم عند الله يعني هقول إيه شهداء الإهمال شهداء الإهمال بفعل وشيء حزين على العموم نتمنى أن لما نتكلم على المنطقة دوت مرة الجاية يبقى الحال أحسن على كل المستويات نتكلم في مستقبل عن ما نحن نتكلم عن تعاملات مع واقع ممكن يكون فيه كثير من المشاكل طبعا الصحفي الأستاذ محمود عبد الراضي الصحفي بالحوادث بجردت اليوم السابع بنا أشكرك شكرا جزيلا لمتابعتك الأمنية والصحفي شكرا 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 ومشاهدينا من الكلام اللي يمكن يكون يعني صعب شوية حنروح لحاجة حنتفتكر وحنفتكر نفيش أحسن نحن نفتكر موسيقر الأجيال الرائع محمد عبدالوهاب النهاردة أو يعني هذه الأيام بتوافق الذكرى المئة وثلاثة لميلاد عبدالوهاب هيكون عندنا فقرة خاصة جدا عن الاحتفال بهذا الحدث بس بعد الفاصل